الحدثة الأبرز هو استغالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الجديد في الموضوع أن الاستغالة تمت بشكل رسمي بدلا عن الفترة الفائتة اللي كان فيها الحديث كثير جدا عن الاستغالة وتوقيت الاستغالة وهل هي صحيحة أم غير صحيحة يعني كان في جدل كبير حول هذا الأمر الآن أصبح هذا الأمر واقعا بعد خطاب الدكتور عبدالله حمدوك بالأمس خرج بالأمس الدكتور عبدالله حمدوك في خطاب طويل تحدث فيه عن الأزمة الموجودة في السودان وعن المبادرات والمحاولات التي حاول فيها أن يصلح الوضع ولكن في الآخر لم يستطع تطورات كثيرة ومبادرات كثيرة قدمت للحلول ولكن في نهاية الأمر وصل به الحال إلى تقديم الاستغالة ومغادرة المشهد السياسي استغالة حملت رسائل موجهة إلى الشعب السوداني وإلى القوات المسلحة والقوات الأخرى وإلى القوى السياسية وإلى لجان المقاومة المراغبين والمتابعين والمستمعين إلى خطاب حمدوك أكدوا على أن الخطاب كان ممتازا ممتازا لما حواه من حلول ولما حواه من احتزارات حتى للإخفاغات التي تمت وللوضع السياسي الذي يعيشه السودان الآن والذي استوجب تقديم هذه الاستغالة ما يتفق عليه الناس أنه دائما السودانين بشكل عام بضيع الفرص يعني كل فرص ممكن تقود إلى حلول الأزمة السودانية بالضيع والكلام ده سما ملازمة السودان والسوداني منذ الاستغلال يعني نحن منذ الاستغلال بنعيش حالة تضيع الفرص النظام السابق أو النظام الأسبق الرئيس البشير كان عنده فرصة كبيرة ضاعت لتقديرات خاطئة أو لأي شيء آخر ضاعت حدث التغيير وجاءت فرصة أخرى للسودانيين عشان يستغلوا اللحظة والسانحة التاريخية دي ويعملوا تحول جديد أيضا ضاعت الفرصة ضاعت عندما اجتمع مجموعة من الناس ومجموعة من الأحزاب السياسية في قوة الحرية والتغيير مع المكون العسكري ووقعوا واتفقوا على وسيقة دستورية وفشلوا في أن يكملوا نهاياتها زي ما قال عبدالله حمدوك في بيان استغالة الاستغالة أن الشراكة دي فشلت في الاستمرار فشلت في الاستمرار لأنها توقفت كثيرا وتعطلت وكانت النقطة الحاسمة هي في 25 أكتوبر عندما تم إبعاد المجموعة المرتبطة بغحت من السلطة والمحاولات الأخرى غير الحرية والتغيير أضاعة فرصة للتوافق وأضاعة فرصة وطنية كبيرة كان ممكن يتم استغلالها بشكل سليم وتخرج السودان من هذه الأزمة أضاعوها المكون العسكري كذلك يضيع في الفرص والذي يدفع السمن هو السودان والشعب السوداني على كل قادر حمدوك بعد عامين من الفشل وهذا باحترافه هو باحترافه شخصيا أنه لازم الفشل طوال هذه الفترة ووصل إلى هذا الطريق المسدود بغض النظر هو كان مؤهل غير مؤهل هو شخصية محورية هو شخصية مقبولة ده موضوع مختلف لكن النتيجة والخلاصة أنه كان هناك فشل ملازم وصل به الحال إلى أن نصل إلى هذه المرحلة الحاسمة وأنه حمدوك يقتنع أنه يغادر المشهد بعد العودة التي أتى فيها في 21 نوفمبر بعد التوقيع على اتفاق السياسي الآن هو يغادر المشهد يبقى على رأس الرمحة الآن هي المجموعة العسكرية الحلول المنتظرة ده السؤال المهم الآن حمدوك غادر وهو رجل عنده ارتباطات خارجية وعنده ضغوطات داخلية وأيضا مرتبطة بالمجموعات الموجودة في قوى الحرية والتغيير الآن هو غادر المشهد هناك واقع جديد يتشكل يبقى السؤال الذي يجب أن يكون عمليا ويجب أن يكون مطروحا هو ثم ماذا بعد استغالة حمدوك أنا أفتكري أن هذا السؤال العملي والإجابة عليه هي التي ستشكل الواقع الجديد هل سنخرج من الأزمة أم سندخل في أزمات أخرى إذن حمدوك غادر بخطاب استقالة ولا رجعت فيه ثم ماذا نحن كالسودانين بعد هذه الخطوة أنا أفتكري أن هذا السؤال الذي يجب أن يطرح والذي يجب أن يجيب عليه الناس ويتعامل معه الناس لأن هذا مستقبل البلد هل سيكون وستكون استغالة حمدوك هي بداية للانفراج أو انفراج الأزمة أم بداية لتعقيد الأزمة من جديد وذي عندها عندها يعني تبعات كثيرة عندها تفاصيل كثيرة مرتبطة هي التي ستوضح نهاية هذا الأمر